من قناة المشهد مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من استوديو العرب اللي رح قولوا الليلة أكيد رح ينتقدني عليك تار ورح يهجمني عليك تار والبعض رح يروح أبعد من هيك يمكن إلى المهاجمة بالشخصي لا إلي ليش؟ لأنه الناشطين بهذا الموضوع بالذات هن الأكثرية اللي بينشطوا على مواقع السوشيل ميديا ولكن رغم كل هيدا عندي كذا سؤال بدي أسألهم وبدي أسألهم بخلفيتهم الإيجابية وليست الانتقاد التجريحي أو للتجريح بهذه الفئة من العالم ولكن من حقنا أنه نسأل شو موقف الغرب مننا بهالأيام في حدا يفهمنا شو المطلوب من أجندة عالمية عم تغذي عالمنا ومجتمعنا وتقاليدنا ومؤدساتنا شو المطلوب؟ وكلمة حدا مننا بيفتح تمه دغري بيقولولك هيدا حرية التعبير وحقوق الإنسان وا 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 فتفضلوا سكتوا طيب بغض النظر عن المسميات في حدا يخبرنا شو يعني تأمين السويد لحماية أمنية بالعشرات والمئات من قوات الشرطة لشخص رايح بده يحرق القرآن الكريم ولما اعترض علي المسلمين أنه عم بيحرق كتابهم الديني كتاب الله ألقت الشرطة القبض على مجموعات من المعترضين وطاردت المجموعات الأخرى لتأمين خروج آمن للمعتدي على ما يقارب الملياري مسلم بالعالم حدا يفسر لي أنه أنا بدي أمن لوحد جاي يعتدي على ملياري شخص أنه يعتدي عليهم ولما إجت مجموعة تتعمل ردة فعل على الفعل اللي هو اعتداء ضربوا واعتقلوا وتوردوا وأمنوا له هريبي آمني لهذا دايما أنا بوصفه بالمختل عقليا ونفسيا طيب شو يعني وهيدا موضوع كتير مهم ضغط بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعني ما أقول لأني عرفت عن بعض بالاسم سفراء دول معينة عم بيضغطوا على بعض الناشطين وبعض المسؤولين وبعض المسؤولين السياسيين وبعض الإعلميين والمؤسسات الإعلمية اللي بينتموا لألا عم بيضغطوا عليهم ببلادنا اللي هي أصلا بعض هالبلاد أرارها مش بقيد مسؤوليها ولا سياسيها أرارها كل وحدة بمطرح والضغط عم بيكون بلهجة ترغيب وترهيب نعم ترهيب عم بيحكوا بلهجة ترهيب بعد الترغيب الترغيب عرفنا شو هو عرفنا أنه في جزء ماد كبير من هذا الترغيب أما الترهيب بعد لحد هلأ ما بيّنت الأمور علينا رسميا بعد شو نوع الترهيب اللي عم بيحكوا فيه وعم بيطلب تأمين دعم كامل وتسويق بشكل نافر أنه يرى التسويق عادي بشكل نافر لحقوق المثلية الجنسية جهاراً والدفاع عنها وهؤلاء الأشخاص مش السفراء يعني عم نحكي عن بعض المثليين اللي عملوا مظاهرات بالشوارع وشفناهن على مواقع التواصل الاجتماعي كانت دعوتهم وقولهم للعالم أنه أنتو مش هدفنا إنما ولاتكن كيف هاي؟ كيف أنا بدي يسوي وإدعم لناس جايين عم بيخبروني أنت خلاص مرأ عليك الزمن اللي بدك تعمله عملته كنت مننا ولا كنت مش مننا مش أنت المستهدف المستهدف ولاتكن أجيالكن إنه بدنا نعملهم مثلنا طيب كيف هاي؟ وهذه المواضيع ظهرت مالياً وجالياً بالتعمد بوضع مناهج دراسية تسوق للمثلية ببعض المدارس وكمان طبعاً هذه المناهج عند الأطفال وكمان تعمد بث أفكار من خلال أفلام للأطفال وبعض الرسوم المتحركة لمن خلاله بمرؤه الرسالة اللي بدن يمرؤوها حدا في فسرنا ليش؟ وشو الهدف؟ وشو الغاية؟ خصوصاً بهذا التوقيت ببلداننا نحن اللي مش لقيين فيها ناكل ولا لقيين فيها حرية ولا لقيين فيها كرامة ببعض البلدان جايين هلأ بدنا نلتهي ببعضنا أنا مع وأنا ضد وفوتتوا لنا مشاريعكم وفوتتوا لنا خباركم وتحريطكم بهذا الشكل؟ طيب صحيح أنه عدد المسليين بالعالم كتير وكتير كتير وكتير من الناس مع أنه هؤلاء الأشخاص يمارسوا ميولهم بحرية روحوا خيي مارسوا ميولكم بحرية ولكن بعيداً عن المجاهرة بعيداً إن كنت جاهروا فيها ليش؟ تجنباً للاستفزاز خصوصاً بمجتمعات متدينة ومحافظة مثل مجتمعاتنا عندك ميول؟ عندك حياة جنسية تختلف عن الباقيين؟ أنا شخصياً ضد اللي صار مع البعض أنه راحوا ضربوا وراحوا إزيوهم وراحوا زلوهم وراحوا هنوهم لا بس روحوا عملوهم بأماكن ما تسببوا فيها إحراج وإساءة واستفزاز لمكون كتير كبير بمجتمعاتنا بس السؤال هون ليش الإصرار الغربي على دفع هؤلاء باتجاه هذه المجاهرة المجاهرة مجاهرة نافرة وغير مقبولة بهذا الشكل بمجتمعاتنا من زمان وجاب نعرف أنه بمجتمعاتنا في ناس عندهم مثلية جنسية ولكن على الأقل على الأقل كانوا يمارسوها بالسر كانوا يمارسوها بدون ما يعني يزعجوا حدا أو يعملوا حالي من الاستفزاز ليش هلأ الإصرار على الاستفزاز ليش هلأ الإصرار أنه بدنا نفرض هؤلاء الأشخاص على المجتمعات بالقوة ما بعرف ما بعرف شو يحضر لإلنا ولأدياننا ولبلادنا ولأولادنا ولأطفالنا ولأوطاننا ما بعرف شو هو الهدف أنا شخصيا أنت ما تفهموني غلط أنا حدا مش متعصب ولا متطرف ولا معادي وبرامجي بتشهد على هذا الموضوع أنا عناشت هذا الموضوع وتناولته بعدد كثير من برامجي أنا زلمي مني متطرف يمكن عندي موقف يمكن عندي رأيي بس أنا مش متطرف ولكن نحن ما حقوق الإنسان بس بدنا نسلم جدلا أنه الصح صح والخطأ خطأ يعني في شيء اسمه صح وفي شيء اسمه خطأ لو لو حتى أنه نحن وأنا وكتار مثلي ببعض الأحيان نقترف خطأ وربما أخطاء وأخطاء كتيري نحن منا مليكي نحن بشر ونخطئ بكل المواضيع بكل المواضيع نخطئ بس يجب أن نعترف بالخطأ على أنه خطأ وعدم المجاهرة بهذا الشكل وعدم التحريض على المجاهرة بهذا الشكل وعدم فرض الخطأ على الآخرين على أنه صح حتى هذا الموضوع أثر يعني كان في بعض الناس بلشت تتعاطف وبلشت تستعمل كلمة مثلية بدل الشزوز اليوم رجعوا بعض الناس بسبب هذه الأمور رجعوا إلى تعبير الشزوز الشازين الشاز يعني تعمدا تعمدا للأذية كمان أنه أنتوا بدكن تفرضوا علينا حالكن لا نحن بدنا نوجهكن بهذا الشكل هون كمثليين ما قالكن علاقة وكناس كمان ما قالهم علاقة لإلو علاقة هو من يحرطكم على المجاهرة بهذا الشكل النافر والمؤذي الذي لن تستجيب معه المجتمعات لن تستجيب معه مجتمعاتنا يمكن بأوروبا بأمريكا بأستراليا ما بعرف وين اللي سفراء كتير ناشطين هالفترة بهذا الموضوع يعني بدل ما يكونوا ناشطين كيف بدلوا يلموا اللاجئين كيف بدلوا يلاقولهم حقوق كيف بدلوا يساعدوا الشعوب ببلادنا لمنهارة لمسروقة لفساد أكلها لسلاح أكلها يعني بدل ما يلاقوا حلول لهذا الموضوع جايين بس شغلهم وشغلتهم إنه كيف بدنا نأمن حقوق لهذه الفئة من العالم بتكون تقولولي إنه هذا الشيء بريء هذه المطالبة بريئة هل وعي المجتمع الغربي فجأة إنه في حقوق لهؤلاء الناس نحن لازم نطلبلهم فيهم أكيد لا أكيد مش بريء وهل بريء اليوم إنه نحرق قرآن ونسب الدين ونفتعل هذه الأمور بس هيك ونأمن حماية لهؤلاء الناس بريئة أكيد مش بريئة في أهداف من وراء هذا الموضوع الأهداف هي وط أهداف استفزازية لمجتمعات معينة بهدف أول شي نسون أمور أهم ويلهون بهذه الأمور وتانيا تسويق لفكر معين وحضارة معينة للوصول إلى أهداف معينة ولكن الاستفزاز لن يؤدي إلا إلى استفزاز مواجه وربما أكثر وبلشنا نشوف وشو مصلحة من يحاول جر مجتمعاتنا لهالنوع من الاستفزازات والمواجهات مواجهات الرابح فيها عنا رح يكون خسران وخسران كتير حتى لو ربح بالمواجهة وما حدا رح يربح إلا المحرض على هذه المواضيع وحاميها و الله أعلم هذه الخطوة اللي بيعتبروها خطوة أولى على الطريق ولكن عن أي طريق أو على أي طريق طريق سيأخذ بلديننا وأوطاننا المدمرة وإذا ما كانت محتلة عسكريا محتلة بطريقة أخرى ولما حكيت عن السفراء حكيت بناءا على معلومات وليس عن تحليلات وإذا اضطريت يوما ما رح أذكر سفراء أي دول ومين زاروا وكيف زاروا وشو طلبوا بناءا على شو طلبوا من هون كل واحد منا إن كان يؤيد أو لا يؤيد حتى فيه ناس عندهم مثلية جنسية وأصحاب وألولي اللي عم بيصير اليوم هذا مؤذي جدا نحن خي عندنا هذا الشيء ولكن لن نقبل أن نفرضه على الآخرين البعض رح أبعد من هك قال لي إن بليتم بالمعاصي فاستطروا إنه اعتبروا إنه هذا الموضوع ممكن يكون معصية طيب خي أنا عندي هالمعصية خليني استطر خليني أعملها بالسر بدي عيش حياتي عيش حياتي بس أنا مش مقبول بهذه الطريقة وبهذا التحريض وبهذا الدعم اللي اليوم ما بقى عنا ولا أي شغلة ولا عملة إلا الحديث عن المثلية ما بقى في شغلة خلينا نحكي بلبنان أنا بحكي عن بلدي ميتين جوع مش لقيين يأكلوا بلد مسروق بلد منهار العالم محجوزي مصرياتها بالبنوكة لا كهرباء لا ماء لا صحة لا تأمين ولا شي فوتوا على المجموعات فوتوا على المجموعات مشاكل وحروب ناس لا نحن مع المثلية وحقوقها لا نحن ضد المثلية وحقوقها مقبرين بعضهم خلي روح قبروا بعضكم على لقمة عايشكم على أكلكم وقت هلأ ننفذ أجندات غربية وأجنبية لشي ما بيشبهنا لشي ما بيشبهنا وما حدا رح يقبل فيه لا عجلا ولا آجلا ما حدا رح يقبل فيه اليوم شفنا صار فيه وحدة وحدة عند المسلمين وعند المسيحيين وعند الدروز وعند البعض اللي هنه غير مؤمنين أصلا مننن إبلنين أننن يخضعوا لهذا النوع من التسويق النافر الذي يؤذي الجميع بما فيهن المسليين نفسهن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر